ازايكم سنة خمسة عاملين ايه؟ هناخد مع بعض دلوقتي درس صلاح الدين الايوبي وهنتكلم عن الدولة الايوبية وعن نشأة صلاح الدين وعن مجيء صلاح الدين الايوبي لمصر واعمال وكل ده طيب ايه هي بقى؟ ايه صلاح الدين الايوبي؟ وايه قصته؟ ونشأته وحياته؟ ونتكلم عن كل ده دلوقتي بالترتيب بصوا يا بنات صلاح الدين الايوبي ده هو صلاح الدين يوسف ابن ايوب وتولد في تكريت الاي شمال العراق طيب والده كان حاكم على البلد دي؟ طيب كبر وتربى في بلاد الشام يبقى هو صلاح الدين يوسف ابن ايوب وتولد في تكريت شمال العراق طيب والده كان ايه؟ كان حاكم ايه؟ عليها طيب اتربى وكبر في بلاد الايه؟ بلاد الشام طيب اشترك في الحملات الحربية اللي ارسلها السلطان نوري الدين محمود حاكم بلاد الشام عشان يمنع الصليبيين من ان هما يستولوا على مصر او اخر عصر الدولة الفاطمية نتكلم عن الجزء ده بالتفصيل مجيء صلاح الدين ايوب المصر كان ازاي او جه ليه هنقول ان هو اشترك في الحملات الحربية اللي بعتها السلطان نوري الدين محمود حاكم بلاد الشام عشان يمنع يبنات الصليبيين ان هما يستولوا على مصر اواخر عصر الدولة الفاطمية لو فاكرين ان احنا في اواخر عصر الدولة الفاطمية الصليبيين ابتدوا ايه يطمعوا في البلاد وكانوا عايزين يستولوا على ايه على مصر عشان كده او ده طريقة اللي جه بيها صلاح الدين الايوبي لمصر طيب صلاح الدين الايوبي حكم مصر ازاي؟ بعد وفاة الخليفة الى عاضد بالله الفاطمي وكمان وفاة نور الدين محمود حاكم بلاد الشام اعلن صلاح الدين نفسه خلاص بقى سلطان على مصر عام كام 569 هجريا 1174 ميلاديا يبقى تاني بعد وفاة الخليفة الى عاضد بالله الفاطمي ووفاة كمان نور الدين محمود حاكم بلاد الشام اعلن صلاح الدين نفسه سلطان على مصر في عام كام 569 هجريا و1174 ميلاديا طيب تعالوا نبص كمان اهي اهم اعمال صلاح الدين الايوبي اول حاجة يا بنات قام بتحصين مصر ازاي؟ عمل ايه حصن مصر ازاي؟ بنا سور عظيم جدا حط بيه مدن الفستات والعسكر والقطائع والقاهرة طيب عمل ايه تاني؟ اسس القلعة المشهورة اللي موجودة باسمه لحد دلوقتي على تليل المؤطم ليه؟ ممكن نكتب بما تفسر ليه؟ عشان تكون مقر اللي حكمته عشان تكون مقر اللي حكمته طيب تاني يبقى صلاح الدين الايوبي هو صلاح الدين يوسف ابن ايوب اتولد في تكريد شمال العراق وكان والده وساعتها حاكم عليها اتربى وكبر في بلاد الشام طيب صلاح الدين الايوبي يا بناتج مصر ازاي؟ قلنا ان هو اشترك في الحملات الحربية اللي ارسلها السلطان نور الدين محمود حاكم بلاد الشام عشان يمنع الصليبيين ان هم استولوا على مصر اواخر عصر الدولة الايه؟ الفاطمية تمام طيب صلاح الدين بقى بعد وفاة الخليفة اللي عادت بالله الفاطمي وكمان وفاة نور الدين محمود حاكم بلاد الشام ايه اللي حصل؟ اعلن صلاح الدين نفسه سلطان على مصر قلنا عام 569 هجريا 1144 ميلاديا طيب عمل ايه بقى ايه اهم اعماله في مصر؟ اول حاجة قام بتحسين مصر وبنى صور عظيم جدا بيوحيد بالمدن اللي هقولها دلوقتي الفستات والعسكر والقطائع والقاهرة اسس القلعة الموجودة لحد دلوقتي يعني ايه القلعة؟ قلنا مكان حصين مكان امان جدا بيستخدم ان هو يبقى اساس الحكم وكمان يدرب فيه الجنود طيب يبقى هو اساس القلعة دي ليه اللي موجودة لحد الوقت عاتلال المؤطم عشان تكون مقر ايه؟ مقر الحكمته طيب مين بقى هم الصليبيون اللي احنا عاملين نتكلم عنهم كل شوية؟ مين دول؟ دي مجموعات يابنات اوروبية جات للشام ومصر في حملات عسكرية استعمارية وخدوا الصليب شعار ليهم عشان كده اتسموا بالاسم ده يبقى مين هم الصليبيين؟ هم مجموعات اوروبية جات للشام والمصر في حملات عسكرية استعمارية وخدوا الصليب شعار ليهم عشان كده اتسموا بالاسم ده يعني سبب تسمية الصليبيين بالاسم ده انه هم خدوا الصليب شعار ليهم فتسموا باسم الايه الصليبيين ممكن نكتب بما تفسر سبب تسمية الصليبيين بهذا الاسم هنقوله لانهم اتخذوا من الصليب شعار ايه ليهم فعشان كده تسموا بالصليبيون طيب ايه هي بقى اسباب اصلا الحروب الصليبية ايه السبب بما تفسر اكتبوا كده بما تفسر اول حاجة الصليبيين عملوا حيلة كده يعني ايه يعني قالوا ان هم جايين يخلصوا بيت المقدس من المسلمين دي حاجة تاني حاجة هم كانوا طمعانين جدا في العالم الاسلامي يبقى تحقيق اطماع الصليبيين الاستعمارية فين؟ في العالم الاسلامي طيب يبقى هي اسباب الحروب الصليبية اول حاجة ادعاء الصليبيين ان هم جم يخلصوا بيت المقدس من المسلمين وتاني حاجة ان هم يحققوا اطماعهم الاستعمارية في العالم الاسلامي كان طمعانين ايز اقولكم على حاجة ان يديك كذبة لان هم مكنوش مع المسيحيين بس يعني مكنوش مع المسيحيين ضد المسلمين لا بالعكس هم صراعهم كان مع الكل كان هممهم مصلحتهم بس يعني صراع المسلمين مع الحملات الصليبية كان ممتد جدا وكان طويل جدا مكنش مع المسيحيين يعني مكنش فيه صراع مع المسيحيين لا المسلمين مكنش فيه صراع مع المسيحيين لكن صراع المسلمين كان مع الحملات الصليبية اللي طمعونا في البلد وطمعونا فيهم وكمان صراع المسلمين كان مع الحملات الصليبية وكان مع دول اوروبا اللي كانت حاجزة كل شوية تحتلهم وتحتل الاراضي الاسلامية طيب تعالوا نتكلم بقى عن تأسيس الامارات الصليبية ايه الامارات اللي أسسوها وليه وإيه السبب وإيه أهميتها هنتكلم عنها دلوقتي سنة خمسة الصليبيون يا بنات قدروا يأسسوا ثلاث امارات ومملكة في الشر طيب ازاي هنكتب جنبيها بما تفسر بما تفسر استطاع الصليبيون تأسيس ثلاث امارات ومملكة في الشر ليه هنقول بسبب ان كان سحيتها في ضعف وانقصام كبير جه العالم الاسلامي في الوقت ده طيب تاني يبقى ازاي قدروا يأسسوا ثلاث امارات ومملكة في الشر ازاي عشان يعملوا ايه ليه بسبب ايه بسبب الضعف والانقصام اللي جه العالم الاسلامي في الوقت ده طيب تعالوا نتكلم عن الامارات اول حاجة منطقة الرهة طيب ده اول الامارات السليبية ومكانها في شمال العراق يبقى ده اول امارات السليبية كانت فين في الرهة طيب بعد كده انطقيا كونوا الامارات السليبية ده امارات السليبية طيب بيت المقدس ده بقى جعلوها مملكة سليبية عشان ايه بما تفسر لها اهمية كبيرة دينية طيب ترابلوس ده تالت الامارات السليبية يبقى الثلاث امارات ايه هما الرهة انطقيا ترابلوس طيب ايه يا المملكة بيت المقدس طيب تاني الرهة دي اولى الامارات السليبية ومكانها تقع فين في شمال العراق انطقيا تاني الامارات السليبية ترابلوس تالت الامارات السليبية طيب بيت المقدس دي خلوها مملكة سليبية ليه عشان اهميتها الايه الدينية وهم واطحين قدامنا على الخريطة سنة خمسة شايفين مكان الراها كده او فوق وانطاقيا ترابلوس شايفين ورا بعد على طول طيب تعالوا نتكلم بقى عن دور صلاح الدين عمل ايه مع الصليبيين وايه المحارك اللي حصلت هنفهم كل ده بس قبل ما نفهم كل ده عايز اقول لكم ان الصليبيين اساءوا وعملوا المسلمين معاملة سيئة جدا والمسيحيين مش المسلمين بس الصليبيون قاموا باعمال وحشية جدا ضد المسلمين وكمان ضد المسيحيين اقتحموا المسجد الاقصى وقتلوا كل قبلوا قدامهم محترموش حد محترموش مثلا الناس كبيرة في السن ولا ستات ولا اطفال لأ قتلوا كل سكان مدينة بيت المقدس طب تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصلت تعالوا نشوف جاد صلاح الدين ضد الصليبيين بصوا بقى صلاح الدين ده كان شجاع جدا وكان قوي جدا ما كانش بيخاف ابدا طب عمل ايه اول حاجة جهز جيش قوي اي حد شوطر اي حاكم شوطر ملك شوطر بييجي بيبقى اول حاجة بيعملها انه هو بيجهز جيش قوي الجيش ده اساس اي دولة وكون اسطول بحر كبيرة عشان يقدر يحارب الصليبيين طيب عمل ايه بقى كان فيه فرقة وضعف وانقصام في العالم الاسلامي لا اضع لده وحد الصف الاسلامي في دولة واحدة وخلى عاصمتهم القاهرة وحد مصر والشام والحجاز وحد كل ده عشان يبقى فيه تحالف كده بقى فيه تحالف والتحاد تمام يبقى تحالف مع زعماء العراق وبقي زعماء المنطقة طيب ترتب على كده ايه بقى لما تحالف مع ده وده وده كده اصبح بيحيد بالصليبيين من كل حتة لما يحصل تحالف من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص كده حصرهم احض بهم من الشمال ومن الجلوب ومن كل حتة خلاص لو بصته كده في الخريطة هتفهمه انه هو لما يتحالف مع هنا ومع هنا ومع هنا هيبقى ايه خلاص كده بصوا هنا حاصر حاصر الصليبيين طيب يبقى اول حاجة هنتكلم عن ثلاث حاجات اول ثلاث حاجات عملهم جهز جيش كوي وقسطول بحري كبير عشان يقدر يحارب وينتصر على الصليبيين وحد الصف الاسلامي قلنا فوق كان فيه ضعف وانقسام في العالم الاسلامي لا اهو بقى وحد الصف الاسلامي وحد مصر والشام والحجاز في دولة واحدة وخلى العاصمة بتاعتهم مين القاهرة تحالف مع زعماء العراق وبقى زعماء المنطقة وترتب على كده لو كتبنا جنبيها مانا تأجي المترتبة على يلا يبقى اصبح بيحيد بالصليبيين من كل الحتة من الشمال ومن الجنوب طيب تعالوا نتكلم بقى يا بنات عن اول معركة او اول حاجة حصلت وحاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها معركة اسمها معركة ايه؟ حتين معركة حتين بصوا بقى حصلت سنة كام وايه المكان وايه الاحداث هنعرف مع بعض دلوقتي معركة حتين دي سنة خمسمية تلاتة وتمانين هجريا والف مية سبعة وتمانين ميلاديا طيب مين الاطراف بتاعت المعركة دي؟ المسلمون بقيادة مين؟ طبعا صلاح الدين طب ضد مين؟ الصليبيين طيب المكان بقى كان كان سهل حتين عشان كده تسمت بالاسم ده معركة حتين طيب ايه اللي حصل بقى؟ استمر صلاح الدين يا بنات في استعداداته وانه هو يجاهز في الجيش وانه هو يستعد واصل صلاح الدين استعدادته عشان يدخل في معركة ضد السليبيين وينهي عليهم وقعت المعركة وايه؟ عشان كان عايز يخلص منهم وسيطر صلاح الدين على ايه؟ على موارد المياه قدر يمسك موارد المياه في المنطقة بتاعتها لحتين وحرق جنود صلاح الدين حرقوا ايه بقى؟ الاعشاب اللي نشفة ساعتها هناك وده ترتب عليه ان الخيول والفرسان بتاعت السليبيين معرفتش تتحرك ده دايقهم خلاص النار وانه هم حرقوا الاعشاب دي يبقى ايه؟ اتضايقوا معرفوش يتحركوا ودارة معركة يا بنات عنيفة جدا بيشهد لها التاريخ لحد دلوقتي بين جيوش المسلمين وماذا شجعتهم في الموقع بتاعت حتين دي وبين جيوش الصليبين طيب ايه النتائج بقى اللي ترتبط على المعركة القوية دي قبل ما اقول النتائج هتكلم عنها تاني معركة حتين 583 هجريا 1187 ميلاديا ان الاطراف كان المسلمون بقيادة مين؟ سلاح الدين طيب المكان كان سهل حتين قلنا ان صلاح الدين استمر بقى بيجهز في الجيش واستعدادات عشان يدخل معركة كبيرة ضد الصليبين وعشان يخلص عليهم خالص وقدر يسيطر على حاجتين مهمين جدا اول حاجة قدر يسيطر على موارد المياه في المنطقة قدر يسيطر على سهل حتين طبعا كده بقى هو يتحكم في المياه تاني حاجة حرق الجنود بتوع حرقوا الاعشاب اللي كانت نشفة ده دايق الخيول والفرسان بتاعت الصليبيين وقلنا حصلت معركة عنيفة انتهت بهزيم بين جيوش المسلمين والصليبيين وانتهت بهزيمة مين بقى هنعرف كل ده دلوقتي وهنكتب كده ما النتائج المترتبة على هنقول بقى ايه النتائج اللي ترتبط على معركة حتين اول حاجة يا بنات انتصال المسلمين وهزيمة الصليبيين تاني حاجة وقع في ايدينا اصرى كتير اصرى يعني لما بندخل حرب وناخد حد من العدو وده اسمه اسير يبقى احنا وقع عندنا اصرى كتير من الصليبيين وكمان صلاح الدين حرر من مدن السحلية في الشام زي عكة وحيفة وسيدة طيب يبقى تاني النتائج اللي ترتبط على معركة حتين هنقول انتصار المسلمين وهزيمة الصليبيين بعد كده وقوع الامراء الصليبيين اسرى في يد صلاح الدين خدنا منهم اسرى كتير في ايدينا بعد كده صلاح الدين حرر المدن السحلية في الشام زي عكة وحيفة وسيدة طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن قصة تحرير بيت المقدس حصل ده ازاي بعد ما رجع صلاح الدين مدينة عسقلان اتقدم بجيوش جدا وراح لحتة بقى راح لفين لبيت المقدس احد يحصرها اسبوع ويرقبها ويشوف ايه اللي بيحصل واحد يحوط المدينة احد يحوط بيت المقدس اسبوع طب ترتب على كده ايه بقى ترتب على كده ان هو دخل بيت المقدس وانتصر يوم الجمعة 27 رجب سنة 583 هجريا 1187 ميلاديا وقدر بقى الازان يجلجل كده ويرتفع فارجاء القدس كلها وقعدوا يصلوا عادي في الجامعة الاقصى وبعد ما كانوا محرومين المسلمين 90 سنة 90 سنة كانوا في عذاب من ان هم كانوا محتلين ما كانوش عارفين يصلوا ولا يبقى في ازان في ارجاء القدس ابدا قدر يقيم صلات الجمعة في المسجد الاقصى بعد ما كانوا ايه محرومين من ده طيب يبقى بيت المقدس اتحرر ازاي قلنا ان بعد ما صلاح الدين استعاد مدينة عسقلان اتقدم بالجيوش نحو ايه راح بيت المقدس وحاصرها اسبوع وقدر يدخل بيت المقدس وانتصر وقدر يرتفع الازان في كل حتة في القدس وقعد بقى الصلات الجمعة اقامت في المسجد الاقصى صلوا قدروا يصلوا وقدروا يعملوا كل حاجة كانوا محرومين منها حوالي تسعين سنة طيب في حاجات حصلت من صلاح الدين بتدل جدا على اسلوبه الجميل ان صلاح الدين امر ان جنوده ما يعتدوش ابدا على الصلابيين اللي موجودين في بيت المقدس ما يعملهمش معاملة وحشة بالعكس يعملهم معاملة كويسة ويحترموا الحاجات او المقدسات المسيحية طيب يبقى موقف صلاح الدين لما دخل بيت المقدس موقف شريف وموقف كويس جدا يبقى امر صلاح الدين جنوده ما يعتدوش ما يضربوش ما يعملهمش وحش انه الصلابيين الموجودين في بيت المقدس بالعكس يعملهم معاملة كويسة ويحترموا الحاجات المسيحية ده بيدل على اخلاق ومدى تسامح صلاح الدين مع غير المسلمين ما كانش متعصر بقالش لأ بقى نعذبهم وحنا بس المسلمين ده بيدل على تسامح صلاح الدين مع غير ايه المسلمين طيب يسكتوا السليبيين يا بنات ابدا ما سكتوش ابدا حاولوا برضو يشدوا بيت المقدس وياخدوا تاني حاولوا يستردوا بيت المقدس عملوا ايه بقى احكي لكم القصة اول ما اوروبة عرفت ان المسلمين خدوا بيت المقدس ترتب على كده حاجات ملوك اوروبة قاعدوا ايه يجهزوا حملة عسكرية قالوا لا احنا لازم نجاهز حملة جيش قوي يلا نجاهز جيش قوي عشان نرجع بيت المقدس تاني واشهر ملك كان على الحملة دي ملك انجلترا اسمه ريتشارد قلب الاسد طيب ريتشارد ده كان قوي جدا هنتكلم دلوقتي حصل ايه وانتكلم على المعركة دي طيب يبقى اوروبة اول ما عرفت ان المسلمين رجعوا بيت المقدس لا ما ينفعش رحوا عملوا ايه بقى رحوا اقاموا وعملوا حملة عسكرية كبيرة عشان يرجعوا بيت المقدس تاني وان اشهر ملوك الحملة دي ملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد طيب حصلت معركة جديدة يا بنات معركة كبيرة جدا شرسة بين ريتشارد وصلاح الديني الايوبي واضطر ريتشارد يعمل ايه بقى يا بنات يعقد صلح الرملة طب ليه وايه اطراف الصلح ده وايه الاسباب والنتائج نتكلم عنها طيب صلح الرملة ده يا بنات كان 1192 ميلاديا كان بين مين ومين ريتشارد قلب الاسد اللي هو ملك انجلترا وصلاح الدين الايوبي طيب قدينا شايفين صورته قدامنا طيب ايه الاسباب بقى اللي خليتهم يعملوا الصلح ده ان ريتشارد مقدرش يهزم صلاح الدين مقدرش يستولي على بيت المقدس ويرجعه مرة تانية فعشان كده اضطروا يوصلوا لحل وسط طب ايه اللي ترتب على المعركة دي ان ريتشارد ملك انجلترا اعترف ببقاء مدينة مملكة بيت المقدس في ايد المسلمين خلاص ما اوحش ان هو ياخدها تاني يبقى اعترف ريتشارد ملك انجلترا ببقاء مملكة بيت المقدس في ايد المسلمين خلاص اعترف بكده طيب بعد كده توفى صلاح الدين بعد السلح ده عام كان بعد سلح الرملة 589 هجريا 1193 ميلاديا والدفن في دمشق وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص ولو عايزين اي حاجة سنة 5 تواصلوا معي شكرا اشوفكم على خير سنة 5 سنة 5